بعد يوم دام في أفغانستان سقط فيه أفغان وأمريكيون البيت الأبيض ينكس الأعلام حداداً والرئيس جو بايدن يؤكد أن الرد سيكون بدقة وبقوة بايدن توعد بمحاسبة مرتكبي الهجوم وبعدم التسامح معهم وأضاف أن تنظيم داعش خرسان خطط لعمليات عدة ضد الأمريكيين في أفغانستان فيما لم يستبعد حدوث هاجمات إرهبية جديدة في العاصمة كابل أمرت قادتي أيضاً بوضع خطط عملياتية لضرب خيادة داعش ومشآتها الرئيسية سنرد بقوة ودقة في الزمان والمكان الذي نختاره يجب أن تعرفوا أن إرهابي داعش لن ينتصروا بايدن أعلن أنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب من أفغانستان والمسؤولية الكاملة لكل ما حدث للقوات الأمريكية هناك وأكد على إجلاء كل الأمريكيين الراغبين بمغادرة أفغانستان إضافة إلى الأفغان المتعاونين حتى بعد الواحد والثلاثين من أغسطس خطاب الرئيس رد على منتقديه من الجمهوريين مثل لينسي جراهم الذي طالب بإعادة تأسيس الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة باقرام للإجلاء كبديل لمطار كابل وأيده بذلك السيناتور بن ساسي لقد طلبت أفضل قرار عسكري حول الطريقة الأكثر فعالية لإنجاز المهمة فخلص العسكريون إلى أنه ليس لباقرام قيمة إضافية والحكمة في التركيز على كابل الرئيس لم يستبعد إرسال قوات إضافية إذا تطلب الأمر وأشار إلى تواصل المسؤولين الأمريكيين مع حركة طالبان لزيادة التطقيق الأمني حول المطار فيما اعتبر قبل ذلك السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن التنصيق مع طالبان كان خطأا كبيرا الهجوم على مطار كابل فجر سيلا جديدا من انتقادات الجمهوريين للرئيس بايدن وزاد من تجمهورهم ضده بسبب طريقة إدارته للانسحاب من أفغانستان حسين الطاود الحداث واشنطن